نجحت البعثة الأثارية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار والعاملة بمعبة تل الفراعين بوتو بمحافظة كفر الشيخ في الكشف عن بقايا صالة أعمدة وذلك أثناء استكمال أعمال الحفائر التي تجريها في المعبد وأشارت البعثة إلى أنها مستمرة في أعمال حفائرها بالموقع آملة في الكشف عن المزيد من أسرار هذه المنطقة والتي من المؤكد أنها تحمل في طياتها الكثير من أسرار الحضرات المصرية القديمة وأضافت البعثة أنها نجحت خلال موسم حفائرها الماضي بالموقع في الكشف عن مبنى حجاري ضخم وعدد من أدوات الطقوس والشعائر الدينية اليومية بالمعبد ومجموعة رائعة من المناظر المصورة على العاجة وبعض المكتشفات الذهبية الهمة بالإضافة إلى لوحات منقوشة بالهيروغليفية